من المغرب حيث تتواصل الاستعدادات على مختلف الصعود لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبلة سكان الجماعة القروية الدروة بإقليم الطرفاية بجهة العيون بجدور الساقية الحمراء كلهم أمل في أن تفرز الانتخابات القادمة نواباً لهم القدرة على حل المشاكل التي تتخبط فيها القرية والتعاطي مع قضايا المواطنين من الجماعة القروية الدروة نتابع روبرتاج النعمة مع العينين ومحمد أمين ممزمرة بالجماعة القروية الدورة يقتن محمد أشرف الغندور محمد أشرف يبلغ من العمر 18 سنة ومن خلال موقع اللوائح الانتخابية تأكد من تسجيله كما تعرف على المركز المخصص للإدلاء فيه بصوته في الاستحقاقات التشريعية المقبلة هذه أول مرة سنصوت في الانتخابات 7 أكتوبر 2016 نحن نخصها الشخص المناسب والغيير على هذه البلاد والغيير خدمها من المستقبل ومن هذا المنظر كل وجه الشباب والشبابات أنهم يلتحقوا وأدوا هذا الواجب الوطني صوت أشرف في الانتخابات التشريعية سينضم إلى أصوات المصوتين في جماعة الدورة القروية وهي الجماعة التي تعقد ساكنتها رغم قلة عددها آمالا كبيرة على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة للنهوض بأحوالها وتحقيق مطالبها دورة هذه عندها خصاص في الصحة تعاني من قلة فعلاً البناء كائن المستوصف كائن وفيه فرملي واحد وعندنا هون السكان المعظم هم يعانوا من ضيق التنفس كيف اللي سعافة الأولية ما نجبره لها حل إلى ما مشات السكان من هون فلوم بيرونس إلى العيون يعني ما ترجع الشفاء إذن من الواجب علينا أن نختار الإنسان اللي هو في المستوى يعني يكون له قدرة على أنه يساير المواطنين في الصراء والضراء وأنه يذهب بهم إلى الأمام بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية تختلف الآمال والتطلعات وتتباين الآراء والغايات ويبقى السابع من أكتوبر المقبل فرصة لساكنة الجماعة القروية الدورة من أجل تحقيق النماء والإزدهار المنشودين في شتى المجالات